محطة الأبحاث القمرية الدولية هي قائد تجارب علمية شاملة يمكنها القيام بأمشتع بحث علمي متعدد التخصصات ومتعدد الأهداف لاستكشاف القمر واستخلاله على سطح القمر أو في مداره وتعمل بشكل مستقل لفترة طويلة مع تراكم المستمير لخبارات استكشاف الفضاء الصحيق للصين أصبح تجاه البحث للفضاء الصحيق ومحطة الأبحاث القمرية الدولية واضحا كنا قادرين على الوصول إلى القمر وعادة إلى نقطة معينة لكننا الآن سنجري التجارب العملية والاستكشافات العملية في منطقة كبيرة وبشكل عميق وبدأنا نتحول إلى مشاركة رحلات الفضاء التجارية بقيادة الحكومة وستتضافر جهود العديد من الدول والمنظمات للقيام بالاستكشاف وكشف وواجن عن مرحلة لبناء المحطة الخطوة الأولى هي مرحلة البناء الأساسية حيث سيتم بناء منشأ علمية شاملة في منطقة القطب الجنوبي للقمر قبل عام 2035 الخطوة الثانية هي مرحلة التوسع في البناء حيث سيتم بناء المعدات المرافق ذات الوظائف الكاملة قبل عام 2045 القمر هو نقطة الانطلاق وستوفر المحطة بحثا علميا طويل الأمد للبشر للذهاب إلى الفضاء السحيق وسنكون قادرين على العمل والعيش عليه لفترة طويلة فهي تقدم احتياطات تقنية ومادية وفكرية للوصول إلى المريخ والفضاء السحيق في المستقبل اشتركوا في القناة